لسه فقرتنا مستمرة مع حضراتكم مع الدكتور يسري الشرقاء والمستشار للإستثمار الدولة ورئيس جماعة رجال أعمال المصريين الأفريقية وكننا نتكلم عن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني وهو محور غاية في الأهمية ناس مهتمة به بشكل كبير جدا تساؤلات واستفسارات ومقترحات بتقدم في هذا الشأن لأنه طبعا نحن عرفين الاقتصاد ده بيمس حياة المواطنين بشكل مباشر وكننا قبل الفاصل بنتكلم عن دعم لرجال الأعمال أو دعم المقدم من الدولة لرجال الأعمال هل حداك شايف أن الدولة محتاجة تدي مزيدا من الدعم والمحفزات لرجال الصناعة عشان يشاركوا ولا هذا التوقيت مش بتاع الدعم من الدولة هو فقط محتاج تكاتف من رجال الأعمال مع الدولة حتى نعدي نعبر هذه المرحلة وبعد كده نبتدي نتكلم فيه الدعم المقدم خليني هنا أقف عن الجزئية مهمة جدا وجديدة شوية أنه فكرة أن مصر بتقدم دعم هي بتقدم دعم ومصر بترد أعباء صدرات وبتقدم دعم صدرات لكن برضه في النهاية احنا وصلين لمشاكل مع مجتمع المقدم والأعمال ومشاكل مع معاناة القطاع الخاص يعني فكرة الدعم تجي نغير شوية ونقول حاجة مهمة جدا الدعم انت ممكن تديه للقطاع الخاص مش لازم يكون دعم مادي لكن لما تنهيله المشكلات بسرعة لما تخلص له الترخيص بسرعة لما زي ما حصل بدأنا نفكر وده بدأ نشتغل عليه مؤخرا رخصة ذهبية والكلام لازم الزهبية دي 15 واحد أو 20 واحد أو 30 لخص أنا عايزة تبقى 3000 واحد وعايزة تبقى 4000 واحد الفاصل تراك والحاجات السريعة أنا بعتبر ده أنا شخصيا جزء كبير جدا من الدعم اللي هو معطل كتير جدا في التعامل للقطاع الخاص يعني لو قعدنا مع مجتمع القطاع الخاص ودهنا بنقعد بشغلنا كوانا بصفة رئيس جمعات الجالعمال مصرين فرقب بعض كل يوم مع مجتمع ده لجنة صناعة وفي لجنة أخرى أنا عاده في جماعات أخرى لكن القضية كلها أنه حاولت تسرعلي البيروقراطية وتنهيئة تنهيهالي الإجراءات البنكية ومحاولة إنهاء الرقمنة والحوكمة والشفافية في التعامل السريع إنجاز المعاملات، سرعة إنهاء الأعمال عشان أقدر أدخل التنفسية ادعمني في الخروج في التسويق الخارجي ادعمني في الخروج في أن أنا أبعد عيناتي بسرعة يعني كل دي حاجات بالنسبة لي أنا ربما تكون أوجه الدعم محتاجة مزيدا من القاعد ضوء ومزيدا من العمل عليها بشكل أسرع وبشكل أفضل لأنه قريدي مصري لو أنت متابع قويس جدا وكلنا متابعين ما أنا بقدم بقالي كام سنة أعباء ورد أعباء صدرات ودعم صدر طبال النتائج مش طالعة بشكل وليس عندنا تحديات وعندنا مشاكل وليس بتشتكي ليه أنا شايف في وجهة نظري تعدد أشكال الدعم وتعدد أوجه الدعم اللي مش بالضرورة يكون دعم مادي أو كده انهيلي مشكلة الأراضي الصناعية انهيلي مشكلة ضريبة العقارية على الأراضي الصناعية بشكل يعني بعيد الأمد شوية ما تضغطش علي كتير جدا في أن أنا في طريقة الاستراد والتصدير للخيمات بتاعتي وسائل الأولية ده جوز في المقابل أنا كمان مجتمع المال والأعمال إنه ما لو افترضنا نرمى 100 واحد أو 200 واحد فرض يعني كمثال برضو لازم يبقى عندنا 80-90% عندهم حسن استغلال هذا الدعم وحسن التعامل معاه وحسن التوجه بوطنية إلى ما تحتاجه الدولة يبقى احنا الاثنين لازم نبدأ نشتغلها بقى أنا مش هديك حاجات على حساب حاجتنا أنا ما عندش 20-30 واحد هو عايز ياخد دعم وعايز يعمل مش عارف ايه وكل حاجة هو عايزها في المقابل إنه هو مش عارف يحافظ على عماله مش عارف يفتح فرص عمر أكتر مش عارف يفتح على موظفينه بيسيب فلوسه بره بيصدر بضعه وخليلي فلوس بره ما تجيش يعني خلينا نحسبها إنه أنت لما هتعمل كده وأنا هعمل كده وانت هتعمل كده في النهاية مش هنوصل لحلول وبالتالي يعني إحنا زي ما بيقول إيه بنطلع بعثات تجارية الأفريقية من بلنا 40-50 سنة طب ليه ما حاناش نتائج بالمستوى أوسع من كده لأنه لازم نغير مش نوقف البعثات نغير الطريقة نغير الألية نغير منهجية التعامل مع المجتمع الأفريقي نغير كذا فلازم أنا مش ضد إن انت تلغي ملف قديم قد ما بقولك في الحوار الوطني هات الملف ده وعيد سياقته وضيف ليه مجبوعة من الأفكار والحزم الجديدة بشكل يعالج الدفوهات أو الأخطاء اللي موجودة حتى تستطيع أن تحصل على نتائج يعني فيه قاعدة مشهورة جدا ليس بنفس المعطيات ونفس الطريقة تنتظر تاج مختلفة وبالتالي إحنا محتاجين نشتغل على هذا الجزء من الطرفين من الجاربين خلينا أنا أوضح حاجة مهمة جدا أضلاع المسلس ثلاثة الرجل الأعمال أو القطاع الخاص أو السوق القطاع الخاص اللي هو مثل 24 مليون النهاردة عاملين في القطاع الخاص و6 مليون عاملين في الدولة إجمالي سوق العمل في مصر فده جزء والدولة والحكومة والمواطن التلاتة لازم يكونوا على بينة من الأمر وعلى يعني دراية وثقافة وخلينا أقول لك أن احنا يعني يمكن الحوار الوطني وكلمة السادة الرئيس أعود تاني إلى ما بدأناه أنه إحنا محتاجين للأمانة في موضوعات كتير جدا نزود مربعات الوعي وبقول مربع كلمة مربع يعني أربع أضلاع يعني ما نفعش تبقى عندك وعي عن موضوع من جانبينه وفيه جانبين تانيين لا أو تلك جوانب وجانب لا لازم تزود المواطن عندنا لازم برضو يشوف نصر الكبال مليان شوية وهو رغم أنه بعاني وأنا مع قلي المعاناة ومش هنتكلم على يعني حتى معظم الطبقات النهاردة فيها معاناة وفيه مشاكل بتحديات عالمية وتحديات إقليمية يمكن ربما الظروف الإقليمية اللي بيمر بيها أصعب ما يكون آخر شهر وفي شهر رمضان ومن 15-16 إبريل احنا فيه تحديات إقليمية غير مسبوكة في دور الدور وده بيؤثر عملات في اقتصادي ما فيش أدنى شك ده ممكن اتكلم فيه كتير لكن أنت لازم تقوى أخذ بالك من دول فبالتالي لازم تبدأ ما فيش أدنى شك لازم تغير نمطك الاستهلاكي كل ما قبل يا جماعة بالنسبالي أنا نمط الاستهلاكي ما قبل 2022 في العالم حاجة واللي جاي دوقتي حاجة تانية خلص مش بالدرورة أنا كنت بأعمل واحد اتنين تغيرت اربعة خمسة هتقدر الطرف تعملهم لجب تحاول تأقلم نفسك أنه فيه أمور معينة محتاجة عادة تنظيم النظرات الاستهلاكي في نفس الوقت فيه تاجر وسيط بين القطاع الخاص اللي بنتج سواء في الزراعة أو في الصناعة أو في التاجر الحيواني أو عند الغزاية أو الملابس واتقبر وما بين المستحرك الأخير برضو يحاول بقدر المستطاع يتخلى عن منظومة الخلف من بقرة ويتخلى عن السلوك في التجارة المختلف أو الخارج عن إطار المألوف فيه نسبة الرمحية ومنخشش منظومة الجاشة على التجارة صعبة جدا كل الناس دي شركاء في الحوار الموطني بالضبط الحراكة بتقوله ده هو طبعا داعيات الأزمة العالمية اللي العالم كله بيمر بيها النهار ده إحنا نقدر نستفيد إزاي بالحوار الوطني إن إحنا نطلع بمخرجات تفيدنا إن إحنا نخفف عن الأعباء يمكن على المواطن أو تقلل من حدة هذه الأزمة هو شوفي مخرجات الحوار الوطني إزاي ما اتفقنا لازم أول حاجة هو عايز يشعر المواطن يشعر بأنه معدلات البطالة نزلت وبالتالي فيه فرص موجودة عشان ابنه يشتغل وزوجته تشتغل وهو يشتغل وبالتالي نحسه على العمل يبقى فيه فرص عمل جيدة جدا ده واحد من أهم المخرجات عشان يبقى عنده دخل الأمر التاني نحاول نزبط العلاقة ما بين دخله وما بين الأسعار المتدولة في السوق ودي عملية مواجهة التضخم اللي هنبنكلم عليها اللي الدولة بتحاول تواجهها مواجهة التضخم لها أكتر من طريقة في المتعلقة بالسياسة النقدية وبالتالي يشتغل على البنك المركزي بطريقة أو بأخرى وفقا للظروف اللي احنا موجودين فيها ووفقا لحالتنا لأنه برضو في نقطة مهمة جدا تتفقي أو تختلف معايا أن البنك المركزي والدولة والحكومة تشتغل على ما يسمى بالاقتصاد الرسمي تب والاقتصاد الرسمي اللي راح جاب دهب بسبعة طن في شهر وهي الفكرة كلها برضو احنا شركاء في هذه الوطن والمقرجات المنتظرينها منتظرينها بأسباب احنا لازم تكون شركاء فيها طبعا لازم تكون شركاء فيها يعني أنا الخف من بقرة والتحوط والخف على رأس المال وخف على حاجات كتير جدا وعدم موجود الضراية الكافية خلى مجتمع يشتري بدلا يتحول من سبعة كيلو دهب في الشهر مع معدن استهلاكه الى سبعة طن في ثلاث شهور هو اشتري بسرعة لانه هيغلى الشهر الجاي ما هو انت انت بتبقى من عوامل المسابقة في زيادة في قصة السعر قالت ان الناس في العالم من ثلاث أسابيع إلى أربع أسابيع اللي فاته او في رمضان تحديدا قالوا ان معدن الزيادة في أسعار الدهب في بيع المستحرك للناس اللي مستخدمهم مش موجودة في العالم بشكل ده اطلاقا وفي دور كتير وفي قياسات كتير وبالتالي يعني انا علي ايه في المخرجات ان انا برضو محتاج ان الدولة عليها مخرجات تتعلق بالتدخل تتعلق بفرص العمل تتعلق بتوافر السلع توافر فرص عمل توافر مناخ استثمار لجازب استثمار أجنبي انهاء ملف سياسة ملكية الدولة عشان يبقى بالتالي في مشاركة كبيرة من القطاع الخاص وبالتالي تبقى في فرص عمل أكتر كلها مخرجات وعلينا احنا كمجتمع أيضا نتحول في النمط الاستهلاكي ونتحول في منظومة تسعير جيدة إلى حد كبير يعني النهاردة انا شايف من وجهة نظري ان كل واحد في الشارع بيصعر زي ما هو عايز اي حاجة يعني اي حاجة النهاردة ببيع دي بكذا طب خلاص انا هبيعها بقرب كذا وبالتالي ده مش هيستمر في 50-60 سلعة مش هيستمر في حتى اصول ستة حتى في شارع واحدة سكنية حتى في شارع كذا يعني الدنيا احنا مشين بنصعر وفقا للهوى والمزاج والخف من بقرة وما فيش قلية التسعير اللي بيحكمها عالية السوق وفي نفس الوقت برضو يعني انا استيل ما شفتش في وسط الغلل حصل في السنة اللي فاتت دي ما عرفش انتم معطنيين بقى قبل ما تبقوا اعلاميين يعني احنا كنا مستثمرين احنا مواطنين احنا كمواطنين بسمعناش مثلا عن كنبين معينة ان احنا قطعنا البيض او اللحوم او في حاجة معينة اسبوع ما عملناش يعني نفسي كنت مشوفتش انا في مصر في اي وقت بقالي احنا بن يعني الساوند او الصيغة بتاعت الغلاء بقالها فترة وده حقيقة يعني ما حدش يقدر ينكر يعني ما بنقولش ان حد يبدعي لكن ما شفتش في المقابل برضو سلوك مجتمعي وقابل سلعة واحدة ما سمعتش بيحصل الفترات بس ما بتكملش ما سمعتش ان فيه تريند كده مثلا زي ما ناس بتمسك اي موضوع ما روش اي لازمة في العالم وتقعد تشتغل عليه حضرية كمان بتتكلم يعني ممكن سلع غزائية ده فيه سلع ملهاش بالزبط عايزة قوي يعني والناس ما بتطعهاش يعني ما عملناش تريند انا بتكلم عموما يعني برينستورم وده صحة طبعا طبعا ده مفروض ان انا مفروض ان انا مثلا انا اقول لك على حاجة يعني انا مثلا واحد يقول لي اصلي ده شغل ناس وده هتأثر على ناس يا سيدي ما ما تأثرش ما هو الناس دي بترفع لي اسعار بطريقة مش مبالغ فيها طب ما هو كمان بيقول ما هو اللي بيرفع السعر ده هو كمان بيقول ما انا بشتري بالغالي لا 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 بص 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 احنا كلنا على بعض كده الاقتصاد ده في النمط الاستهلاكي حلقة ما اطلعش جزء منه بظل فانا لما اديك واحدة سكنية تمانها تنين مليون انت خدها باربعة مليون وانت دكتور في الايادة هتعمل الكاش في الف جنيه والمدارس هعمل الحسن بنتينة بتبقى بخمس مليون ومش عارف ايه هيعمل ايه ومش عارف فهي خلي بالك بص هي الفكرة كلها التسعير اللي واخدنا فوضوي عشوائي وكل واحد بيقنع نفسه هو بيجر وراه كل منظومة الاقتصاد في الشارع فدي لازم تهدى مننا يعني بص بعض الدول والشعوب ولازم اقول حاجة مهمة اه في عندك جزء اتعلق بالحكومة اتعلق بسياسات اتعلق بانا انا مش في المطبخ قوي وفي اداء بينقول عليه جيد احيانا وفي اداء بيحتاج الى عدد التصويب مفيش ادنى شكل لكن ده يمكن في العالم اي حكومة هتقدر تديك حلول 100% دونما ان يكون في مواطن عنده ثقافة لمساعدتني في هذه الحلول النمط الاستهلاك بتاعي انه انت عندك تغيرات انت عايز خلي بالك انت عايز تعيش في رفاهية وفي مشاريع خدمية ومشاريع سياحية ومطاعم ومحلات وكفهات الحاجات دي مش لها سبلات شين الحاجات دي مش عايزة كل حجم المشاريع اللي المصريين عايزين يشتغلوا فيها ويفتحوا فيها فرص عمل وعايزين تبقى فيه محلات ومطاعم وكفهات بهذا الحجم اللي موجود في كل حتة في مصر وفي الساحل وفي هنا وفي هنا وفي هنا وفي القرى وفي المدن بدأت الدنيا ده كله بغير السبلات شين محتاج له حاجات توردها احنا عايزين بدل ما نبقى مستهلكين نكون منتجين يعني ده ده اللي احنا مستهلكين نعمل المحارجة او نحقق المعادلة الوسطية نبقى مستهلكين احنا مستهلكين بس ننتج استهلاكنا نبقى الى حد كبير المعادلة قريبة مننا لكن انا ما شفتش مثلا طلعنا في سلعة استفزازية حتى وعملنا فيها مثلا نقطع او عملنا فيها كامبين على السوشال ميديا ما فيش غير حاملة واحدة تمت من ثلاث سنين كانت على السيارات على عربيات اتفق على كده وعلى فكرة يعني الى حد كبير عملت عملت ادبت شوية في السوق مع بعض الناس وبعض التجار محتاجين في حاجات انا رأيي الشخصي مش مسألة ان انا بقول لا او بجدع السوق للتمر لكن بقول يا جماعة خلونا نوصل في بعض الابور الاستفزازية يعني ما فيش ادنى شاك بحدش يطلع يقول لي برضو في الناحة التانية موافزتين الافراح دي شغل الناس ايوه هي شغل الناس بس الناس دي ما تبارغش في الاسعار ما مش عارف ايه ما شغل الناس ايوه انا طبعا هو شغل الناس وامهم لكن ما يجيش اكل عيشهم وكده لكن لكن مش اكل عيش انه كل يوم اشتري الحاجة النهاردة بألفين بيقول لي بألفين وخمسمائية صحيح بعد بيقول بتادي الترفي وخمسمائية هو كده ماشي وانا بقى طول ما انا بستجيب طول ما الشسوق بيستجيب وبيخلص هو السلع اللي بيجيبها نعم ودلوقتي الناس ماشي بمبدأ انت كل ما تستنى كل ما الحاجة هتغل عليك فعش وكده احنا فعلا لازم ما نستسلمش ترتيب الاولويات مهمة كمان ما نستسلمش لده اهم حاجة والسلع الاستفزازي زي ما حضرتك قلت لا مش مهمة خالص دلوقتي لازم نحط في اولوياتنا كده انا زي ما كان شازي بيقول نرتب اولوياتنا ونشوف احنا محتاجين ايه دلوقتي ونعمله اللي مش محتاجينه ملوش ازمة لان العالم كله قبل 20-22 استهلاكه كان بشكل بعده وطبعا بصبت داعات لازم العالمية استهلاك بقى مختلف تماما